في ثالث أيام شهر رمضان من الجو مساعدات وقذائف في 24 ساعة أكثر من 88 قتيلاً فلسطينياً و15 جريحاً بحسب وزارة الصحة في غزة يرتفع بذلك عدد إجمالي القتلى إلى 31.272 وفادت مصادر إعلاماً محلية فلسطينية بمقتل خمسة فلسطينيين وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي استهدف مقراً لتوزيع مساعدات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في وسط مدينة رفح أفادت بهذه المعلومات ولكن في الأثناء نفى الوزير في حكومة الحرب الإسرائيلية بني جانس أي خلافات بشأن تنفيذ عملية عسكرية في رفح وأقر بالوقت نفسه بأنه لا يمكن تجاهل حقيقة أن هناك تحديات تتعلق بسلوك الحكومة الإسرائيلية هذا ويعيش أهالي القطاع شحن لا يتوقف بل يتفاقم بالمواد الغذائية والمساعدات الإنسانية كاميرا الحدث رصدت أوضاع الفلسطينيين في أحد الأسواق في شارع عمر المختار أتواجد حاليا في شارع عمر المختار هذا الشارع الرئيسي في مدينة غزة والذي كانت تملأه الحركة والحيوية في الأعوام السابقة من شهر رمضان في هذه اللحظات بالتحديد ولكن حاليا الأوضاع صعبة جدا لا يوجد حركة شرائية لا يوجد مضاعر في الثوق سنستمع إلى بعض الشهادات السكان هنا وما يعني يلاحظونه من أوضاع خلاصة خلال هذه الأيام إيش ممكن أن الناس يكون في إيش يتوفر عنها ما فيش يتفطرون أجواء الناس كعيبة الناس لايح حاجات يتعير ما فيش حاجات يشتريها عدس ما فيش قل بتفول للناس تعمل دقة تفول على أدان النغر بتفطر الناس سيلا نفش هذا موت هذا شغل انتحار الناس قاعدة بتموت الناس قاعدة عن ندي أنا شايف عينيه والناس رايحة جاية اليوم بتسوفوا بحملوا فيها رايحة جاية عن المحمدان طب قلت أكل وقلت غزة ما فيش أكل فيش خبازة حميد في السوق طراشر زتون ما فيش أكل حياة بهدلة موت في لحمة في السوق موجودة 2 مليون ونصح كيلو لحمة الخروف ما بتطلع فيها بتقدرش تشتريها مين بتقدر تشتريها فيه سمك في السوق متواجد على الميناء بتطلع على كيلو ب150 ب180 شاكل هذا بك في مثلا البلد الأصناف اللي دخلت أو البضايا اللي دخلت مثلا كمساعدة لا الناس عد شانا الناس عد شانا الناس بدها كميات كبيرة تخوش من المعابر تخوش تفتح معابر فيش عندك معلبات فيش عندك مواد غزائية فيش عندك طحين فيش عندك سكر فيش عندك رز فيش عندك جاج فيش عندك لحمة الناس عد شانا الناس ميتة الناس قاعدة بتموت الناس بنزيف رمضان كليو إذن مع صوت أذان المغرب حاليا نرى السوق خالي لا يوجد بها أي سكان بضائع لا توجد بالكثير لأن السكان يمكن أن يشتروها أو أن يتبطعوا بها فالأوضاع صعبة جدا وما سمعناه من بعض الشهادات هنا من السكان يعني خير دليل على هذه الأوضاع الصعبة التي مرفعها شمال قطاع غزة من شمال قطاع غزة عبدالقادر صباح لقناتين العربية والحد في الموازاق قالت مصادر مطلعة بينها مسؤول أمريكي إن الولايات المتحدة قد تحث شركائها وحلفائها على تمويل عملية خاصة لإرسال مساعدات إلى غزة عبر البحر وفي حال توفر التمويل قد تسمح الخطة بإيصال كميات كبيرة من المساعدات في غضون أسابيع مرجحين أن تكون أسرع من فكرة الأرصف العائمة للجيش الأمريكي الذي يقول البنتاجون إنه قد يستغرق ستين يوما ليصبح جاهزا للعمل وقالت المصادر إن الولايات المتحدة لن تمول المشروع لكن واشنطن تدرس مطالبة الحلفاء بتمويل المشروع ودعمه عبر مؤسسة دولية تستقبل الأموال من حكومات وجهات خاصة وتعطي الإدارة الأمريكية الأولوية لخطة الجيش لكن المشروع التجاري قد يكمل هذا الجهد بتوفيره الدعم على الشاطئ في غزة لأن إدارة بايدن استبعدت وجود قوات أمريكية على الأرض في غزة حتى عند بناء الرصيف وكان الرئيس الأمريكي قد ذكر أن الجيش الأمريكي سيقيم مناء موقعا على ساحل غزة على البحر المتوسط لاستقبال مساعدات إنسانية عن طريق البحر خاصة مع التحذيرات الأممية من مجاعة في غزة تكاد تكون حتمية ما لم تتخذ إجراءات عاجلة جد طريق البحر جد طريق البحر للمشاهدة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة